صباح الخير أحبائي لنتذكر الحروف أكثر علينا حل التمارين التالية على دفتر النسخ أقطع ما يأتي لقد حلينا سابقا مثل هذا التمرين الخروف، الوسخ، الأوساخ أملأ الفراغ بما يناسب المعنى من المقاطع الآتية ضا، طو، طي لدينا هنا جمل غير مكتملة لنكمل هذه الجمل علينا استعمال المقاطع الآتية ليصبح لكل جملة معنا لكل بناية علينا إكمال هذه الكلمة قلم وطارق أيضا علينا إكمال هذه الكلمة العصفور في الجو أملأ الفراغ بط أو ض أنت ولد أي حرف يجب أن نضعه هنا لنخصد على معنى وضعت الكتاب على أين نضع الكتاب؟ إلى هذا الرجل قلما من رفيق إذن علينا أن نضع حرف الط أو ض مكان الفراغ عند الانتهاء من حل التمرين أرجو أرسال سورة الفرد على الواتساب إلى اللقاء